بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين درسنا لهذا اليوم عن طرق التحمل وصيغ الأداء المراد بطرق التحمل هيئات أخذ الحديث وتلقيه عن الشيوخ هيئات أخذ الحديث وتلقيه عن الشيوخ أما المراد بصيغ الأداء فهي العبارات التي يستعمله المحدث عند رواية الحديث وإعطائه للطلاب مثل سمعت أو حدثني أو أخبرني طرق التحمل للحديث ثمانية وهي السماع من لفظ الشيخ القراءة على الشيخ الإجازة المناولة الكتابة والإعلام والوصية والوجادة وسنتكلم عنها بإذن الله باختصار مع بيان الألفاظ لكل منها باختصار أيضا ونبدأ بالطريق الأولى من طرق التحمل وهي السماع من لفظ الشيخ صورة هذه الطريقة أن يقرأ الشيخ ويسمع الطالب يقرأ الشيخ ويسمع الطالب سواء قرأ الشيخ من حفظه أو من كتابه وسواء سمع الطالب وكتب أو سمع فقط ولم يكتب رتبة السماع من لفظ الشيخ هي أعلى أقسام طرق التحمل عند جمهور المحدثين هي في المرتبة العليا من طرق التحمل ألفاظ الأداء التي تستخدم مع هذه الطريق قبل أن يشيع تخصيص بعض الألفاظ لكل قسم كان يجوز للسامع من لفظ الشيخ أن يقول في الأداء سمعت أو حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو قال لي أو ذكر لي لكن بعد أن شاع تخصيص بعض الألفاظ لكل قسم صارت ألفاظ الأداء على النحو التالي للسماع من لفظ الشيخ سمعت أو حدثني للقراءة على الشيخ أخبرني للإجازة أنبأني لسماع المذاكرة قال لي أو ذكر لي هذا بالنسبة للطريق الأولى السماع من لفظ الشيخ ونتكلم الآن عن الطريق الثانية القراءة على الشيخ ويسميها أكثر المحدثين عرضا القراءة على الشيخ أو العرض صورة هذه الطريق أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع إذن عكس الطريق الأولى هنا الطالب يقرأ والشيخ يسمع سواء قرأ الطالب أو قرأ غيره وهو يسمع وسواء كانت القراءة من حفظ أو من كتاب وسواء كان الشيخ يتبع للقارئ من حفظه أو أمسك كتابه هو أو ثقة غيره حكم هذه الطريق من طرق التحمل قالوا الرواية بطريق القراءة على الشيخ رواية صحيحة بلا خلاف إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به من المتشددين أما بالنسبة لرتبتها فقد اختلف في رتبتها على ثلاثة أقوال القول الأول أنها مساوية للسماع روي ذلك عن الإمام مالك وعن البخاري وعن معظم علماء الحجاز والكوفة القول الثاني أنها أدنى من السماع روي ذلك عن جمهور أهل المشرق وهو الصحيح على ما اختاره من كتب في المصطلح والقول الثالث أعلى من السماع وروي ذلك عن أبي حنيفة وابن أبي ذيب ورواية عن مالك أما ألفاظ الأداء التي تستخدم مع هذه الطريق فقال العلماء الأحوط أن يقول الطالب قرأت على فلان أو قرأ عليه وأنا أسمع ويجوز بعبارات السماع مقيدة بلفظ القراءة كحدثنا قراءة عليه أما الشائع الذي عليه أكثير من المحدثين إطلاق لفظ أخبرنا فقط دون غيرها هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر